شن مشكلتها مخالفتها؟ عدم لبس الكمام وذلك يضرب في صحة سلامة الجمهور ولازم نعطي مخالفة عشان لا تنعادل كرنج مخالفة أو انذار اختار في مخالفة؟ مخالفة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاحتياطات والاحترازات الصحية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيقاً للاشتراطات الصحية على الصغار قام فريق طوارئ بلدية محافظة حولي بجولة تفتيشية على عدد من الأسواق والمجمعات التجارية نقوم في جولة تفتيشية بخصوص الاتزام بالاشتراطات الصحية العامة ونقوم في تفتيش المحلات الخاصة في الأطفال والأماكن الترفيهية المختصين فيها إذا كان ملابس الكمام نقوم في مخالفته نركز على الكمامات ونركز على دخول المجمعات نفسها أنهم يقومون في وضع قياس الحرارة طبعاً ويكون على أساس أنه فيه الكود اللي هو من ضمن أن يكونونهم طعمين الجولة تركزت على التأكد من إغلاق كافة الأنشطات الخاصة بألعاب الأطفال بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ وبعد أن وجهت في اليوم الأول إختارات بتلاف المخالفات نفذت محلات ألعاب الأطفال القرار وأغلقت أبوابها تجاه الصغار بتوجيهات من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي الفرغ الرغابية مستمر بالكشف على المحلات والمجمعات حول تطبيق الاشتراطات الصحية بخصوص الغرار الأخير اللي هو 2551 على 2021 تكثيف الجولات عليهم ومراغبتهم وتوفير كافة الدعم للفريغ الرغابي لرصد المحلات وحول تطبيقها الاشتراطات الصحية اليوم خالفنا مخالفتين تشغيل المحل على نحو يهدد صحة سلامة الجمهور لعدم تغيد المحلين بالاشتراطات الصحية وجاري طلب غلغ داري فيهم من قبل لدارة والفرغ الرغابية طبعاً غامت بالأمس بجولات ميدانية وعطتهم مندارات واليوم يطبق فيه المحاضر من خالفات طيب هناك لعبة البولنغ أو شيء ممكن يسمح لهم للكبار في فتح المحلات خاصة في الصغار والكبار هذا طال عمرك نحن ننتظر الغرار من مجلس الوزراء والسلطات الصحية لما تأتي فيه يعني غرار إن شاء الله نطبق لي قبلات ميدانية مكثفة باستمرار مستمرار وممك فيه نحن خلال العياد والعطل وفترة صباحية ومسائية في حال صدور أي غرار جديد قاعد يلتزمى مثل ما انتوا شايفين الجولة اللي طلعنا فيها عدد كبير من المحلات ملتزمة والله جزاهم خير جولة بلدية محافظة حولي حرارة عدة مخالفات اتجاه عدد من المحلات لعدم التزام أصحابها بلبس الكمامات وهما يخالف قرارات مجلس الوزراء بلدية محافظة حولي تقوم بجولات تفتيشية على الأسواق والمجمعات التجارية لتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية وأغلاق محلات ألعاب الأطفال أحمد العنزي لقناة اي تي في العدالة ترجمة نانسي قنقر